زون ميكس رجعنا معكم من جديد اخذي دورة غلطة كاوسة سعريف كاوسة باي خليد دخلوا ديريكت في الموضوع معك سي كريم ما نجموش ما نحكيوش على اكيد على مشاركة المنتخب التونسي في مونديا المصر في 2021 مشاركة بس على تعليقات قاعدين نسمو على المشاركة هذين حنو اكيد يهمنا رئيس سابق الجامعة التونسية اللي كنت ليد نحن منعفو رايك في المنتخب بلاحد الان والله يشوف اسلام معانتها انا رقى وعندي مدة ما تحدثتش في العلامة ومخرجش الوسيل العلامة دهية تقريبا نكون مرة الأولى اللي نخرج فيها بعد مدة طويلة مانيش جاي لاني بش نعمل بوليميك ولاني بش نحب نتحدث في مسائل في العمق تهم رياضة التونسية وتهم الناس وتنفع الناس المنتخب والمشاركة هاذية يعني ميزمش رقوها بسيفة منعزلة معتها إذا ما نشوفه اليومة، ما صار كامل بتاع كورت ليد تونسية منذ خمسة وست سنوات، من ست سنوات، من منذ ديال قطر تقريب في 2015، النتائج ما هيش هي قاعدة في تراجع معتها مستمر من المسابقية إلى المسابقية، بقى تقريب أربع بطولة تعال، الترتيب نوع ما كان الشيء تحبت تقول ماللي خرجتانه؟ ماللي خرجتانه، ممكن تحب تربط انتي تعمل رابط هذي، أعمل رابط هذي، ولكن التاريخ يقول أحسن، معانتها أحسن مشاركة لنا في السنوات الأخيرة، هي مشاركة بتاع إسبانيا، تعمل ديال إسبانيا، اللي عملنا فيها 2013 في إسبانيا، اللي عملنا فيها مرتبع عشرة، واللي خاصة معانتها دفعنا بمجموعة بتاع ثمانية وتسعة شبين، عملنا انتقال في المنتخب من جهة ويسام حمام، وهي كل مقنم، والنورعياد، إلى جيل جينراتيون تسعين، تعكس العالمة في سبعة أساغر ويسام البوغانمي، ومصباح الصاني، والجلوز، وعبد الحق بن صالح، اللي كانوا عملوا مرتبة ثالثة في اليونان في 2011، في 2011، في مونديال الأوسط، بطولة العالم الأوسط، طلوا على ميناس تتويج، هذي مكن برشة توين سميعرفوهوش ويسام عملنا مرتبة رابعة في الكادية، في الأساغر، في 2009، في تونس، في الحمام، ثم نفس المجموعة بألمبورت، وبثابة محفوظ، طلعوا للأواسط، عملوا بطولة عالم من نوع استثنائي، كانوا الثلاثين في بطولة العالم هذي، ومروا ممكن بجد قد تخل الأولى في الأواسط، الأولى في الأواسط، مع تاجيل هذي بعد بطولة العالم الأساغر، حبينا يكون فم استمرار ما بالأساغر، ما بالأواسط، والأكابل وقت يطلعوا للأواسط، قلنا آآ الثابت محفوظ، آآ يكون مدرب آآ مساعد مع ألمبورت، وألمبورت بيدو زيدة، هو ثابت يشرفوا على منتخب بالآآ الآواسط، عملوا بطولة عالم استثنائية، في آآ اليونان، وكانوا قتلك مروا تقريباً قريب شوية للفوز بالآآ هو جيل الذكا استثناء إذا، هالي حطو، توقعنا بش يعمل مسيرة حتى بخلافين في المنتخب حتى اليوم هما كمسيرة رياضية في الفرق الليخ، ليشواء يمكن اللي عملوهم برشة ملاعبية كي من مصبح صاني، عسينا بوغاني بخلاف ساعة اليشواء المجموعة هذيكا تخدمت، مجدش يعني بالصدفة إسلامية، مثل المنتخب هذيكا، جيل هذيكا، خدمنا عليه من 2006 تقريب، هما في مركز التكوين في المهدية، كان معهم ثابت محفوظ، وكان معهم رياض بن عزيزة، ينحييهم بالمناسبة، وسكنوا معهم في مركز التكوين، كانوا يقراوا في كورت اليد، في الرياضة، يعملوا في اليار سبور، ويدربوا وياكلوا ويعيشوا في نفس المكان، قادوا على المعدل هذيكا تقريب ثنين أو عامين أو ثلاثة سنين، المجموعة هذيكا قبل ما تخلط الأكابر لعبة تقريب مئة مباراة دولية، مئة مباراة دولية قبل ما يوصلوا سن في الأكابر، بين ودية ورسمية؟ معنا في المسابقات، في الأصغر، وفي الأواصل، يعني الجامعة استثمرت عليهم، استثمرت فيهم برشة، والجيل هذيكا كله تقريبا تسعة وعشر لعبين، وقت اللي كملنا الألعاب الأولمبية في 2012، كانت نهاية مرحلة بالنسبة للجيل متاع حمام ومدنم وعياد، سلموا المشحة للجيل، مبارا ما توصل لي السنور، فهمك شو ما تحب تقول، لهني المنتخبة ذيكا، نتفكر هنا فالغاس القرديام تعسبانيا توا، خذي عليه محمد صفر، أحسن لاعب وقتها في المونديال، مش أحسن حرص، أحسن لاعب خذي محمد صفر، وسمال برغان ما خذيه أحسن جنيح في العالم وقتها، علش ملاعبيتنا ما كملوش، ما وصلوش معنا؟ والله هذيكا هي الـــــــــــــــــــــcking كانت غالش ما وصلوش، حبيت نأكد على كونه فهم استمرارية،ahahaha طيو نسمع كلامة على التشبيب، وكذا، راهوا التشبيه بيصير في طر التواصل، ما بين جيل وجيل، إحنا وقت اللي، دفعنا بالمنتخب هذيه متاع... 2011 في الأكبر، في بطولة العالم 2011، قاعد ماه، طبعا على مع ان فجاس قاعد ماروين، غايزي قاعد جيليل تويتي، قاعد واللي عبين اللي بخبرتهم مع الشباب، الخلق ونسيجين ممتاز. وعدينا بطول تعالم في اسبانيا. ونس كل مع تعاملت كيف. تفكروك ليش ربحنا فرنسا. تفكروك مقابل البطولية مع ألمانيا وربحنا ألمانيا. ربحنا المونتينيغرو. وخسرنا مع فرنسا. فدلكم في ثلاثة أو أربع دقايق الخرانين. كنا مصيطرين ربحين ماتش كامل. فوزنا على المونتينيغرو في مجموعة. وظالي وقتها غياب بنور. هالي إصابة وقتها قلقتنا شوي. إصابة بنور في آخر دقايق متاع مقابلة المونتينيغو اللي يفوزنا بها. وتصر صبعو. وخرج من المونديال. دخلت شوي رتيباك على المجموعة. كنا نكملوا في ترتيب مخير. مثل المجموعة. وكنا ممكن نمشيو اللي بعيد. من وقتها إسلام معتها مو شركاتنا كان جي تحلل عليش. تو تلقى أسباب موضوعية في علاقة بتأثير المنتخب زيدو. بعلاقة بلي شوادو كاريير اللي تعملو كذا ويحن. خليت المنتخب يتراجع. ما تشوفش تو قاعدين مشين في السياسة ذيكا متاع التشبيه بنتي وقتها عامتها. كي ما قلت تحكي. لانت لانسينة باش ملعبية صغر. ترى كيف كيف ولي؟ شوف لانسينة ملعبية صغر. أنا الساعة حب معانتها المدرب التونسي اليوم. خذي فرصة. سامي سعيدي خذي فرصة. متاع تدريب المنتخب. معانتها آآ يعني نحب نقول اللي معانتها فرصة مهمة. امآ بالنسبة للإطار الفني التونسي. خذيها مخر. امآ. خذيها مخر معانت احنا نشوف بعد بطولة افريقيا آآ مفارينيش برشع برشع عناصر آآ الشاب انا قدك ضد التشبيب. بل اختيار متع سامي سعيدي خلاص لك اختيار متع سامي سعيدي في حد فيتو. شنو ولايك فيه؟ شوف هو سامي سعيدي معاتها آآ يمثل آآ جيل متع تولي معاتها واحد منا من المدربين التوينسا اللي عنده طموح بشي بشيري المنتخب وطموحه مشروع وكل واحد يحبي يدرب للمنتخب طموحه وانو يصبح مدرب للمنتخب جيت لي هو الفرصة من عارش انا معناتها جيت ليه الفرصة آآ اليوم مطلوب بشي بش ينجح في المنتخب بلا اكثر ولا اقل معتها. اي شنو رايك فيه معتتني اي شنو رايك فيه لاحد ليه. لو كان كنت انتي موجود تختار تونسي اول حاجة ولا 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 اجنبي ولا وهل اذا كان تونسي هل انو سامي سعيدي هو الانسب. والله شوف انا انا واحد من الناس اه دخلنا في برسا تفاصيل اسلام اه مده بي ما اخوذش فيها اما انا حبيتني اخو مدرب تونسي ملي كنت في الجيم على حقيقها. تلي غادر الام بورت في الفين وثلتاش اه تفكر واخذين منتخب الفتيات وغادر بصيفها. منتخب فرنسا فتيات. منتخب فرنسا فتيات وغادر بصيفها موفيشة حابينا وقتها ان. جبتها فنديتش وقت؟ خاطر ملقينيش شي معانيتها المدرب احنا حابينا وقتها ثابت محفوظ ما احد داخل معاشي انا محمد علي صغير ما احد داخل شنو اصار؟ اصار كونو في الظرف هذيك بالذيت كانت عنا الثابت اولا الساعة ما عبرش على استعداد بصيفة واضحة اللي هو بحب ياخد الظرفتها للمنتخب كانت عنا بطولة البحر الابيض المتوسط بعد شهر ولا قديش مدرب الاواسط محمد علي صغير وقته يدرب في الاواسط وعنده بطولة عالم في نفس الفترة ما كناش نجمه معانيتها انشيبوه فبالتالي اتجهنا الى افنديتش لانه معانيتها المدرب لدى الاجنبي راه وعنده المزايم تاعه كان خاطئ اختيار وقته؟ لا انا ما اقولش خاطئ لا ما اقولش خاطئ لا خاصة انه تم تهديم السياس اللي كنت تحكي عليها اللي عملوا الامبورت الكل تم تهديمه في منديال 2015 تهديمه وصار لحقيقة بعد خروجي انا من بطولة العالم انا وقت اللي اتفاهمت مع فانديتش انا اتفاوضت مع يعني اا تفاهمنا باش نكملوا في نفس السياسة و باش نبنيو المنتخب باش نبنيو على المنتخب داك دايار اا الدليل كونا مشينا اا تفكروا لعبنا زوز مقابلات ااا علمانيا دولي معانيت من اعلى في القبة محامات ايه قبة والحمامات من اعلى مستوية لعبنا اقبلها دورة دولية في الحمامات مع منتخبات زادة مهمين لروسيا ومع شكونا اخر كانتوا دورة في مستوى عالي اا بوتولة افريقي لعبناها بالمنتخب بالشي بنافس المجموعة للعبة بوتولة العالم اا اا� ااف الفين وثلتاش في في اسبانيا بعدتم اترجع بعد مغادرت انا مكون صار ترجع على بعث الخيارات ولكن اعتبرش انه هو افنديتش او هو المدرب معروف في المستوي الدولي أهوين الا 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 انا ما مع المدرسة التونسية ارى او معانيش شيء معانيتها ضد ولكن يزين ازيدها ندعم المدرب التونسي في الخيارات اا ام يعني اليوم مدربك يبدأ عنده سيت عالميك تشوف المنتخب مثلا المصري مدرب كبير مدرب المنتخب المصر هي دولة اللي قبله يعني يخليك تحتك أكثر بالمستوى الدولي شبكة العلاقات اللي عند المدربين الكبار لاسامي المعروفة يعني تخليك تنافس على المستوى الدولي بسهولة تمشي لدورات يصدعوك لدورات عنده مقرنت ادريس مهم يخليك معانت هالحقيقات يسهل ساعات يساهم في بروز ملاعبية ولا خروجهم للخارج را وشوف احنا عليش بعدنا على المستوى العالمي لأنه معاش عنها ملاعبية اليوم تخرج لبرة معاش منحتكوا بالمستوي الدولي كما كنا نحتكوا قبل هذي كل خلينا نتراجع اليوم مهم ياسر بش يكون عندك خمسة ستة ملاعبية نواة المنتخب تلع في مستوى أوروبي مرتفع هو سي كريم حبيت نحكي واكثر على البطولة هذي في جزء الأول متاعنا وبعد نرجعوا شوي للتاريخ حبيت نحكيوا على البطولة هذي البطولة هذي هاني قتل منتخبنا اليوم منتخبنا اليوم فيه عناصر بي أنا كنت أولا ساعة عن نتيجة أنا معانتها كنت يلزم كان عنا إلزام كونها نترشح للدور الثاني اليوم تقول لي مجموعة صعيبة مجموعة كذا مجموعة متقاربة ماشي مستوى معانتها عالي أو عالي جدا بولونيا مستوى ثاني في أوروبا لبريزيل يعتبر مستوى ثاني منتخب صعد ونقص برشة ملعبية على مجاوش حتى المدرب مجيش للبطولة هذي هو السعيبة بالمقاربة مع مجموعة الأخرين إيه يعني جيت أحنا بالزهار بتاع جاي مستوى متقاربة حقنا ترشحنا عليش حقنا ترشحنا مش اللون في الملعبية ولا في المدرب الترشح مهم لأنه معانتها كارثة بالنسبة لنا كونا نترشحوا كونا نكونوا في المراتبة بين ستة وعشرين وثلاثين معانتها كارثة الكورتلياد التونسية على خاطر معانتها أولا عمرنا موصلنا للترتيب هذي صمعة كورتلياد التونسية تتمس دونك انتيجة مو كانت مهمة ولكن كتشوف المقابلات فما عناصر واعدة الحقيقة فما ملعبية باهين أنا اتفاجئت برشة بالمستوى بتاع أمين درمول لحقيقة تأقلم مع المستوى العالمي وره كونه نجم يلعب مرتاح وقاليس في المستوى العالمي اللو ليد القارديان الحربيوي زادا معانتها حارس ما نضخموش برشة في صصويرتو إذا هاللي يعطينا ذاللي أكثر من حقه برشة حاطر نسبة تصليل بتاعو ما إيش كبيره برشة معانا إذا تروا برسون ذاللي ما تنجمش تحكم على كيك يزم تشوف الدفاع ويزم تشوف كذا بيش تحكم على مرضوة حارس ولكن عنده بوتنسيال عنده غرام يحب يلعب في المنتخب وهذا حارس تاع مستقبل معتا إحنا ما كناش نعرفوه والجامعة مشكورة اللي خمت فيه وخممنا فيه وهو عبر إذا هاللي على استعداده وبيش يجيه للمنتخب نبنيه على هذي في النقطة انت على كلاس مانسي كريم بحكية المجموعة صعيبة ومستصعيبة طبعما منتخبات أرهنت معتا مايش خميش أقول منتخب التونسي كما دول قوي وإلا معرف منتخبات الجزائر والأحمر وش أفضل منتخب التونسي لهنا خاصة نوين تقال القرعجتنا صعيبة شوي وكتشوف خاصة النتيج ديما أين بوان دو بوان شوف بطولة العالم إسلام يقعد استاتيستيك ويقعد ترتيب نهاية يقعد هاو شفما في المبا في المجموعة هذي هاو القرعة القرعة داخلة في اللعبة نظام بطولة العالم داخل في اللعبة كنا نعرف وحذية وكل شيء الترتيب في الأخر أعطاء تونس تلعب في المجموعة الأخيرة في المستوي الرابع وهذا موسيقى لي كوتلة التونسيين وموسيقى للإطارات الفنية ودوة مدربين وكذا معانيتها احنا تعرف كوتلة التونسية تصدر في إطارات للخارج في مدربين لعديد البلدين اليوم معانيتها حتى قيمتهم تتراجع ويعطي يجيب مدرب من بلد ترتيبها السبع وعشرين ولا ثمانية وعشرين في العالم مش معقول فهمني الهنية مشكلة للترتيب عليش الترشح مهم وحكاية التشبيب في المنتخب بيزم نسبوها شوية لأنه اليوم عندك إلزامية نتيجة ترشح للدور الثاني مهما كانت المجموعة ومهما كان للوياحدي يلزم يكون دا حقيقة مضمون ليشوها متعسيمي السعيدي في البطولة هذي تقع اليوم برشة كلم برشة نقاط برشة ملاعبية موثرة أفردت الجدال السيوية بغيابهم أو بحضورهم شنو رايك انت في ليشوها متعسيمي في البطولة هذي؟ وفهو المدرب معتها ديمة كي ياخو مدرب جديد منتخب يحكي معنى ملاعبية يفسر فلسفته يفسر معنتها اللي أثار الجدال هو موضوع البوغانمي ذول اللي دا عدم داوت وسيمة البوغانمي وسيمة البوغانمي الحقيقة أنا كنت نحبث كونه سيمة يستدعاه للتربصات الولانين نعم نجموش اليوم نشكو في القيمة الفنية متاع وسيمة البوغانمي أنا طول عمري كنت نقول واحد من ثلاثة أو أربعة أفضل أجنحة في العالم ما زلت عند هذه القناعة وأنا في 2013 نتفكر معنتها من الناس اللي كنت معنتها حثيتوا وقنعتوا بش يمشي يلعب في أوروبا هو مروانشفير ومشي في الترامبلي كانت تفكر في 2013 ومن ترامبلي كانت مرحلة انتقالية بعدها ممكن يمشي يلعب في البوطولة الألمانية ولا في إسبانيا أنه عنده كل الإمكانيات يلعب في أفضل فريق في العالم البوغاني اليوم ما كنت نحابة كونه سيمة عايتله للتربصات رأيلي من وسيمة ما تخلش بالكل في حق التربصات ما عايتلوش حق التربصات ماذا بيا حبيتلو كان يحكي معاه يفسرلو الفلسفة متاعهم متاع اللعب يفسرلو الفلسفة متاع الانضباط يفسرلو شنوه الزيد اللي عند وسيمة وعنده شوية زيد تتفق بانه عنده شوية زيد وسيمة في التصريحات شوية اذي كتبيعة وذيك كذا تصريحات يختوي وصي برشة نجوم شوفوا يغلطوا في التصريحات فهمتني انه مزور با ممكن لابورتي بتاع بعض التصريحات ولكن موش تبلغ الى حد اللي نحيجم اللي بنيوا عليها موقف نهائي فهمت معانت انا حبيت وكان جيت في بلاست سيموراد المسهري راني معانتها تحدثت مع سيميم وكمان راني عتيت وراي ونخلو راهو معانتها اسمعوا فسرلو توجهك فلسفتك في التدريب رؤيتك مسألة الانضباط مسألة الزيد خارج الميدان راني نحاسب عليه راني ما نسمحش بتصريحات معانتك تبدأ هايز الدرب وتلعب ماريول تونس راك معانتش ملك النادي متاع كباركة راك ملك كل الانديا وملك التوينسل كل فهمني هيدا الكلو كان ممكن يخلينا نجاوزوا الاشكاله دي هيدا موش معاناها لو كان جيال بوغان ميزا دراو كنا بش نترشحوا مياف المياه خاصة انه تومي عمل بطولة مقترب ولكن نحكي عالفلسفة العاب موضوع زاد الحكاية الانضيباط وذيه 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 بشنا رجعونا بشنا رجعونا يا سي كريم بعض الاخبار كنت حكيت على الشواء متاع بوغان مي ما زلوا عنده برشة اختيارات اخرين واثروا برشة جدل اثناء الوانديال فدوى التركي تجيكم في الاخبار وبعض المواصلين زون ميكس تحاطر الخمسة متاعشيه اشتركوا في القناة